موسيقى السلام عليكم ورحمة الله المساء عليكم بالخير مشاهدين الكرام مع النشرة الجوية بلغت درجة الحرارة العظمى في مطار الكويت اليوم 48 درجة مئوية ورياح حاليا متغلبة الاتجاه إلى شمالية غربية في غرب الكويت ومتغلبة إلى جنوبية شرقية على السواحل بعض الرطوبة النسبية موجودة خاصة على السواحل لكن شمالي غربي سيكون ويانا موجود خلال الساعات القادمة أما الطقس الحالي في مدينة الكويت فطقس حار ودرجة الحرارة الحالية 38 درجة مئوية رطوبة نسبية 26% روية الفقية 10 كيلو والهوى جنوبي إلى جنوبي شرغي سرعتها 10 كيلو متر في ساعة صورة القمر الصناعي توضح سماء صافية حاليا وما زلنا تحت تأثير مخفض الهند الموسمي والطقس المتوقع حتى منتصف هذه الليلة الطقس سيكون حار نسبي ورطب نسبي خاصة على المناطق الساحلية حاليا لكن مع الشمالي الغربي الذي سيكون موجود خلال الساعات القادمة سيكون شمالي غربي خفيف إلى معتدل ما بين 10 إلى 32 كيلو متر في ساعة ستخف الارطوبة على السواحل درجات الحرارة ستكون ما بين 32 إلى 35 درجة مئوية وأيضا منتصف الثلاثينات على الجزر باشر الصبح أو أول الصبح سيستمر الهوى شمالي غربي سيكون نشط نوعا ما على السواحل ما بين 15 إلى 38 كيلو متر في الساعة خفيف إلى معتدل على غرب البلاد ما بين 10 إلى 32 كيلو متر في الساعة درجات حرارة معتدلة ما بين 26 إلى 32 درجة مئوية على السواحل منتصف الثلاثينات سيستمر على الجزر باشر الظهر سيشتد الحر درجات حرارة متوقعة ما بين 45 إلى 46 درجة مئوية للعظمى استمرار الهوى الشمالي الغربي معتدل إلى نشط ستصل إلى 45 كيلو متر في الساعة مثير الغبار خاصة على المناطق المكشوفة والبرية ولكن على السواحل مثل ما نلاحظ هوى سيكون خفيف متغلب الاتجاه إلى شرقي سرعتها ستكون ما بين 8 إلى 30 كيلو متر في الساعة ورح تكون في بعض الأطوبة النسبية على السواحل خاصة على السواحل درجات الحرارة رح تكون على السواحل ما بين 39 إلى 41 درجة مئوية باتر بالليل رح يستمر الهوى الشمالي الغربي رح يكون خفيف إلى معتدل ما بين 10 إلى 32 كيلو متر في الساعة درجات الحرارة رح تكون ما بين 34 إلى 37 درجة مئوية وطقص حار نسبي أما حالة البحر متوقعة خلال 24 ساعة الغادمة رح يكون خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 أو 2 إلى 5 تقدام رح يكون خفيف إلى معتدل يعلو أحيانا المد الأول الساعة 10 وعشر الصبح والمد الثاني الساعة 11 و50 دقيقة مساء الجزر الأول ساعة 4 و15 دقيقة صباحا والجزر الثاني الساعة 5 ونص مساء موعد أذان الفجر الغداء إن شاء الله ساعة 4 و5 دقيقة شروق الشمس الساعة 25 دقيقة قروب الشمس الساعة 6 و7 دقيقة الطقص المتوقع خلال الخمسة أيام المقبلة إن شاء الله رح يستمر الطقص حار ودرجات الحرارة رح تكون ما بين 44 إلى 46 درجة مئوية باتشل رح يكون الهوى الشمالي غربي سرعتها تتراح ما بين 15 إلى 45 كلمتر في الساعة قد يصل إلى أكثر من ذلك على المناطق البرية والمكشوفة مثير للقبار والصغرة رح تكون 30 درجة مئوية الثلاثة رح يكون استمر الهوى الشمالي غربي متغلب رح يكون مساء سرعتها رح تكون ما بين 10 إلى 38 كلمتر في الساعة أيضا في فرصة تغبار يوم الثلاثة خاصة على المناطق الغربية درجة حارة الأظمة متوقعة 45 درجة مئوية والصغرة متوقعة 28 درجة مئوية من يوم الثلاثة بالليل بالليل متأخر رح يقرب الهوى جنوبي شرقي رح يستمر ويانا خلال الثلاثة أيام من الأربعة إلى الجمعة خفيفة لمعتدل ما بين 10 إلى 35 أو 32 كلمتر في الساعة درجات الحرارة الأربعة والخميس والجمعة رح تصير ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية للأظمة تخفض الصغرى ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية حالة البحر خلال خمسة أيام الغادمة عندنا يوم الثلاثة وثلاثة رح يكون خفيفة لمعتدل يعلو أحيانا ما بين 2 إلى 5 أقدام بسبب رياح النشطة أما الأربعة والخميس والجمعة فراح يكون خفيفة لمعتدل ما بين 1 إلى 4 أقدام كانت هذه النشرة الجوية ننتقل معكم الآن إلى درجات الحرارة والتقسم توقع حول العالم والله تعالى أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا